اشتركوا في القناة 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 ندربه على الاشياء اللي حوالينا في قلب الهوم في قلب الاسكول في قلب اللايبيري في اي مكان هو موجود فيه لما يحب يقول انا شايف كذا بيقول I can see for example I can see a king I can see a queen I can see an apple I can see an ant احنا ممكن ندرب الطفل عندنا في البيت ان احنا نجيب له حاجات قدامه ويبتدي يتكلم عنها I can see a book I can see a pen I can see a pencil وهكذا ده بالنسبة للسنتنس الجملة العادية لكن لما نحب ندربه على question اللي هو بيبتدي بكلمة can can you وده هنا بنسميه سؤال توكيدي بمعنى هل can you see يعني هل تستطيع عن طرح وبعد كده بحط له الحاجة اللي بسأله عليها for example can you see a tree can you see a tree هيبتدي يستخدم لو هو شايف فعلا three هيقول لي يا ساي كان او لو هو مش شايفها يبقى يقوله I can برضو هنضرب الطفل بتاعنا في البيت بنفس الطريقة همسكت مثلا for example can you see a ball can you see a ball هو يبتدي يشوف كده يبص على الحاجة اللي فى ايديا لو هي فعلا يقول لي is I can طيب لو انا مسكت مثلا فى ايديا بن الم قولت له can you see a ball can you see a ball طبعا دي مش بول فهيبتدي يقول لي no I can't وبالطريقة دي نبتدي ندربه على yes I can or no I can't the second example زي ما احنا شايفين can he see an ant can he see an ant yes he can or no he can't والميزة في كلمة can انها ما بيفرقش معها بتيجي مع singular مفرد or plural دي كانت جزئي اللي بتقابلنا في اليونت بتاعتنا بعد كده بنتناول جزئية الفونيكس صوتيات النهاردة بيضربني على حرف k وحرف q k k نفس الكلام q بننتهر q بس عندنا q لو نلاحظ دي قعدة كده في دماغنا على طول ان q دايما بييجي معها حرف اليو for example زي ما احنا شايفين queen queen quiet quiet quill quill يبقى لما نيجي ننطع q yu بنقول q queen quiet quill لكن لما بنيجي ننطع q بننطع q k key quiet king دي كان جزئية الفونيكس اللي هي الصوتيات اللي بتقابلنا بعد كده بيقابلنا في اليونت بتاعتنا اداة استفهام جديد علينا كلمة which which لما بنيجي نستخدمها بنستخدمها في السؤال لما بنيجي نخير الطفل اذا كانت هي الحاجة دي small or big صغيرة او كبيرة اذا ما احنا شايفين which is bigger which is bigger ايهما اكبر the camel is bigger the camel is bigger which is smaller which is smaller برضو بنفس الطريق نحن استخدمناها من شوية برضو بنبتدي نضرب الطفل نقبله two items قدامه ونبتدي نقول له which is bigger which is smaller بعد كده بنخش على اخر لسون عندنا في اليونت دي بيكلمني فيه عن ايجيبت ايجيبت مصر البلد اللي احنا عايشين فيها بنبتدي نأول ناخد جواية الفوكاب كده زي كلمة country country بلد زي ايجيبت زي انجلند انجلترا زي فرينس فرانسا بعد كده city city مدينة والمدن اللي عندنا في مصر هنا زي بورتس عيد بورتس عيد لوكسور لوكسور اسوان كيرو كيرو الكساندريا هورجادا سيناي سيناي بعد كده هنلاقي عندنا مصطلح بنستخدمه اللي هو ايليفن ايليفن انا عيش فيه اخر حاجة عندنا كويسشان وورد اداة استفهم كلمة وير وير اللي هي معنى اينة ودايما بنستخدمها لما نيجي نسأل عن البليسز الاماكن وعندنا سينايين مهمين جدا اول سؤال فيهم لما أحب أعرف البلد اللي أنت منها بعد ما أعرف البلد اللي أنت منها أبتدأ أشوف أي مدينة أنت عيش فيها يعني أين تعيش وبعد كده أبتدأ أحط الستي بتاعتي زي ما إحنا مثلا عيشين هنا بقول I live in Cairo في نستة نعيشة في الجيزة I live in Giza يبقى حسب الستي اللي أنا عايش فيها ودي كانت آخر حاجة مع بعض في الفيديو بتاعنا النهضة مع يونيت 8 وإن شاء الله بكون المعلومة وصلت كويس وبالتوفيق للجميع ما ننساش نعمل شير عشان يوصل لنا كل جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة